للذكر حظ الأنتيين منفردتين غير منصوص في الآية ومثل غياب التحديد هذا مشكلا أقره المفسرون فاعتبر ابن العربي أن قول الله تعالى فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهنا ثلثا ما ترك يحيل على معضلة عظيمة وإزاء هذه المعضلة ذهب المفسرون مذاهب شتى لا مذهب منها مقنعة فقد اعتمد بعضهم تأويلا غريبا للغة جعل الاثنين يلحقان بالثلاث لأنهما أكثر من واحدة وعندئذ يجوز التساؤل لماذا لا يلحق الاثنان بالأربعة أو حتى بالخمسة أليس الأربعة والخمسة أكثر من الواحدة؟ ثم إن هؤلاء لا يقتصرون على تجاوز قواعد اللغة العربية التي تبيز بين المثنى والجمع بل يتحدون صريح النص القرآني الذي لا يكتفي باستعمال الجمع أي كلمة نساء بل يتجاوز ذلك إلى الإقرار المباشر بأنهن نساء فوق اثنتين ومن هذا المنظور أكد ابن عباس الثلثان فرض الثلاث من البنات فصاعدا واحتج عليه بأنه تعالى قال فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وكلمة إن في اللغة للإشتراط وذلك يدل على أن أخذ الثلثين مشروط بكونهن ثلاثا فصاعدا وذلك ينفي حصول الثلثين للبنتين وخلافا لهذا الموقف المنطقي المستند إلى ظاهر النص نجد الرازي لقلقه من صمت القرآن عن تحديد حض الأنتين من الميرات يحمل نصيب البنتين على نصيب الأختين انطلاقا من آية أخرى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك النساء فتجده يقول لما كان نصيب الأختين الثلثين كان البنتين أولى بذلك لأنهما أقرب إلى الميت من الأختين ولا نفهم كيف لم يفطن الرازي إلى أنه في حال الإقرار جدلا أن البنتين أقرب من الأختين فإنه يجوز التساؤل لماذا يكون نصيب البنتين وهم الأقرب من الميت على قدر نصيب الأختين ولماذا لا يكون أكثر ولا نستغرب أن يعمد الطبري وجامع بيانه نموذجا للتفسير بالمأطور إلى تحديد فريضة البنتين الإثنتين بالسنة المنقولة نقل الوراثة التي لا يجوز فيها الشب وهو يستند إلى حديث يقول إن امرأة سعد بن الربيع جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت له إن سعدا هلك وترك بنتين وأخاه فعمد أخوه فقبض ما ترك سعد وإنما تنكح النساء على أموالهم فلم يجبها في مجلس هذاك ثم جاءت فقالت يا رسول الله ابنتا سعد فقال عليه الصلاة والسلام ادعوا لي أخاه فجاء فقال ادفع إلى ابنتيه الثلثين وإلى امرأته الثمن ولكما بقي على أن لهذا الحديث رواية أخرى مختلفة في الشخصيات مما قد يعد ثانويا ومختلفة في عدد البنات مما هو مفيد أيما إفاده وتقول هذه الرواية إن أوسى بن ثابت الأنصاري توفي عن ثلاث بنات وامرأة فجاء رجلان من بني عمه وهما وصيان له يقال لهما سويد وعرجفة وأخذ ماله فجاءت امرأة أوس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وذكرت القصة وذكرت أن الوصيين ما دفع إليهما شيئا وما دفع إلى بناته شيئا من المال فقال النبي عليه الصلاة والسلام ارجعي إلى بيتك حتى أنظر ما يحدث الله في أمرك فنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام آية للرجال نصيب نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا إن الحديثين الصحيحين يختلفان في عدد البنات فالمروي الأول يجعلهما إثنتين والمروي الثاني يجعلهما ثلاثا وانطلاقا من هذا الاختلاف لا نرى سنة منقولة نقل الوراة لا يجوز فيها الشك ولا نجد توفيقا بين هذه السنة القاطعة التي يقر بها الطبري وما يؤكده ابن عاشور من أن حديث امرأة سعد بن الربيع لا يصلح للفصل في تحديد نصيب البنتين لأن في روايته اختلافا هل ترك بنتين أو ثلاثا هكذا نرى كيف يسمح المفسرون والفقهاء لأنفسهم بتمحل صريح للآية متعسفين على اللغوي والتاريخي وهكذا يتضح أنهم لا يجدون حرجا في مخالفة خيار الله تعالى أن يسكت عن حظ الأنثيين أليس كل ما يفعله الله تعالى مستندا إلى حكمة؟ وأليس القرآن كلام الله تعالى تجليا من تجليات هذه الحكمة؟ فلماذا لنتعامل مع سكوت الله عز وجل عن حظ الأنثيين باعتباره حكمة من حكمه نحاول تأويلها واعين بأنه ما يعلم تأويلها إلا الله ومقتنعين بأننا نملك القول الفصل ولكن في الآن نفسه مقرين بأن الله عز وجل لا يمكن أن يصمت عن حظ الأنثيين عبثا أو اعتباضا أليس في ذلك دعوة إلى إعمال النظر والفكر والتأمن؟ ألم يقرر ابن العربي أن الله سبحانه وتعالى لو كان مبينا حال البنتين بيانه لحال الواحدة وما فوق البنتين لكان ذلك قاطعا ولكنه ساق الأمر مصاق الإشكال لتتبين درجة العالمين وترتفع منزلة المجتهدين ومن هذا المنظور يجوز أن نتساءل بأي حق يسمح ابن عاشور لنفسه بأن يقر إقرارا متيقن وقوله للذكر حظ الأنتين جعل حظ الأنتين هو المقدار الذي يقدر به حظ الذكر ولم يكن قد تقدم تعيين حظ الأنتين حتى يقدر به فعلم أن المرادة تضعيف حظ الذكر من الأولاد على حظ الأنت منهم من أدراه بأن المرادة تضعيف حظ الذكر ولماذا لا يكون سكوت الله عن حظ الأنتين وهو في الآن نفسه سكوت عن حظ الذكر فتحا ضمنيا للاجتهاد في مسألة المواريد التي لا تعد أن تكون شأن كل التشريعات وكل القوانين متصل اتصالا وثيقا بسياقها التاريخي والطريف أن ابن عاشور مثلا يتفطن إلى نكتة لطيفة مفادها أن القرآن أقر أن للذكر حظ الأنتين دون إمكان لغوي آخر هو للأنت نصف حظ ذكر أو للأنتين مثل حظ ذكر وذلك بغرض الإيماء إلى أن حظ الأنت صار في اعتبار الشرع أهم من حظ الذكر إذ كانت مهضومة الجانب عند أهل الجاهلية فصار الإسلام ينادي بحظها في أول ما يقرع الأسماء قد علم أن قسمة المال تكون باعتبار عدد البنين والبنات تفطن ابن عاشور إلى أهمية حظ الأنت ولكنه وهو اللغوي المتبحر لم يفطن إلى أن المقول القرآني سواء منه المفترض وهو للأنت نصف حظ ذكر أو المصرح به وهو للذكر مثل حظ الأنتين لا يسكت عن حظ الأنتين فقط بل يسكت أيضا عن حظ الذكر فاتحا بذلك مجال الاجتهاد في نصيب الورثة وقد أشار بعض المفسرين إلى سكوت الله تعالى عن حظ الذكر إذا كان للمتوفى ولد ذكر واحد وتساءل هل يرث هذا الذكر المال كله مثلما يذهب إلى ذلك إجماع الأمة أم يرث حظ الأنتين الذي حدده إجماعهم ذاته مدعيا الاستناد إلى النص أي يرث الثلثين فحسب لا نتعجب أن نجد المجتمع الذكوري يقر الإمكان الأول أي وراثة الذكر الواحد للمال كله ولا نتعجب إذ نجد المفسرين يؤولون أن يوصيكم الله في أولادكم إنما المراد منه حال اجتماع جنسي الذكور والإينات في الأولاد لا حال الانفراد وهذا التأويل شأن سابقه لا يستند إلى أي حجة لغوية ولا نقلية إن أي اجتهاد في مجال المواريد لا بد أن يضع نصب عينيه أن المجتمع الجاهلي لم يكن يورث المرأة ولا الطفل ويجب أن لا ننسى أن المجتمع الإسلامي الأول كان يسير وفق نفس القاعدة الاجتماعية التاريخية التي تقصر الميراث على من يلاقي العدو ويقاتل في الحروب كما أنه يجب أن لا ننسى أن بعض المسلمين إن زعجوا أي منزعاج من إسناد الله تعالى نصيبا من الميراث للنساء فهؤلاء وهم المسلمون الأوائل الذين يقدمهم لنا البعض اليوم في صورة مثالية يطيعون دون تلكء وينفدون دون نقاش لم يقبلوا أوامر الله تعالى بتوريت النساء إلا على مضر يثبث ذلك الخبر التالي عن الطبري كان لا يرث إلا الرجل الذي قد بلق لا يرث الرجل الصغير ولا المرأة فلما نزلت آية المواريد في صورة النساء شق ذلك على الناس وقالوا يرث الصغير الذي لا يعمل في المال ولا يقوم به والمرأة التي هي كذلك فيرثان كما يرث الرجل الذي يعمل في المال فرجوا أن يأتي في ذلك حدث من السماء فانتظروا فلما رأوا أنه لا يأتي حدث قالوا لئن تم هذا إنه لواجب ما من هبض ولعل هؤلاء الذين ترجوا السماء لتغيير حكمها ثم قبلوا الواجب عن مضد أقل استنكارا لكلام الله من مسلمين سواهم ودوا لو نسي الرسول قوله أو غيره ففي رواية يوردها الطبري قال الناس بعد نزول آية المواريد تعطى المرأة الربع والثمن وتعطى الإبن النصف ويعطى الغلام الصغير وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة أسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله عليه الصلاة والسلام ينساه أو نقول له فيغيره فإذا تلبتد هؤلاء المثاليون صحابة الرسول ومعاصروه عن توريث البنات فلن نستغرب أن يتواصل إلى اليوم في عدد كبير من المجتمعات الإسلامية حرمان الإناث حقهن في الميرات بدعوة أن المال الذي تارثه البنت إنما يذهب في حقيقة الأمر إلى زوجها أي إلى صهر غريب لا تربطه بالعائلة صلة لسب دموي وقد حاول بعض الدارسين المحدثين تبرير منح الإينات نصف نصيب الذكور من الميرات بأن من واجب الرجل الإنفاق على زوجته وأبنائه وأن ضرورة الإنفاق هذه تتطلب منه نصيبا أوفر من المال يسد به مختلف نفقاته ولا ندري إن كان هؤلاء جادين في هذا التأويل أو إن كان تأويلهم مجرد دريعة تتسطر بالمساواة وتبرر حيفا واضحا إزاء المرأة ولكننا في الحالتين نتعجب موقفهم ذلك أن المفسرين القدامى خلافا للمحدثين وإن أشاروا إلى أن خرج المرأة أقل لأن زوجها ينفق عليها وخرج الرجل أكثر لأنه هو المنفق على زوجته ومن كان خرجه أكثر فهو إلى المال أحوج لم يكونوا يجدون حرجا ليؤكدوا أن نقص الميرات من وجوه تفضيل الذكر على الأنت فهو أكمل حالا من المرأة في الخلقة وفي العقل وفي المناصب الدينية مثل صلاحية القضاء والإمامة وأيضا شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ومن كان كذلك وجب أن يكون الإنعام عليه أزيد ثم إن المرأة قليلة العقل كثيرة الشهوة فإذا انضاف إليها المال الكثير عظم الفساد إن الرازي وسواه من المفسرين القدامى أقروا بأن في نقص نصيب المرأة من الميرات عن نصيب الرجل تفضيلا للرجل أما المحدثون فإنهم منبروا يبحثون عن تفسير منطقي لهذا النقص في حين أنه كان بإمكانهم من خلال قراءة النص ذاته أن يتبينوا أن النقص ذاته مستند إلى الإجماع لا إلى صريح النص على أننا إذا افترضنا جدلا أن تضعيف نصيب الرجل متصل بإلزامه بالإنفاق على الإينات فيمكننا القول حينئذ إنه لا حاجة للمرأة إلى المال الموروط البتة بما أن كل نفقاتها مكفولة من قبل الرجل ومن ثم يكون العدل المنطقي أن نعتمد ما كان معمولا به في الجاهلية من عدم توريط النساء أصلا لأنهن في كل الأحوال مكفولات من زوج أو أخ أو أب أو أمة إسلامية وفي مقابل ذلك فإن المتأمل في واقع المجتمعات المسلمة الحديثة اليوم يجد أن جل النساء ينفقن على أصرهن وتمثل النساء في حالات كثيرة العائل الوحيد للأسرة بل إن بعض التشريعات الحديثة شأن التشريع التونسي يلزم المرأة بالإنفاق على الأسرة إن كان لها مال دون أن يمنحها في مقابل ذلك المساواة في الميرات